اشتركوا في القناة هذه الفتن لكي نستعد ولكي نتفادى خطر هذه الفتن فتن كبيرة عظيما سماها الرسول عليه الصلاة والسلام فتن قطع الليلة المظلم فيها يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر فيها يبيع المسلم دينه بعرض من الدنيا قليل فتن قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تسلم بعضها بعض يعني ايه؟ يعني تدخل الامة في فتنة كبرى تضرب الامة ضربا شديدا والناس تقول هذه الفتنة مش هيجي قبلها ولا هيجي بعدها فإذ بهم يتفاجأون أن ما بعدها أصعب ممن كان قبلها وتدخل الامة في فتن تلو الأخرى ومن ضمن الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته والباحثين أهل العلم بحول يسقط هذه الفتنة على الواقع هل هي حدثت؟ هل تحقق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر؟ لازم تعرف أن هذه الفتنة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حرها بيت كل مسلم يعني الأثر بتاعها يطال كل مسلم فهل يترى هذه الفتنة تشمل العالم الإسلامي؟ ولا العالم كله؟ توقف العلماء عند حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو الرواية اللي بيقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام يدخل حرها بيتا كل مسلم يعني الأثر بتاعها يطال كل مسلم وقالوا من الممكن أن تكون فتنة عالمية والأثر بتاعها يصل إلى بيت وديار المسلمين في آخر الدراسات والإحصائيات وجدوا أن عدد العرب يتعدى المتين مليون مسلم عربي ووجدوا أن عدد المشتركين في شبكات التواصل الاجتماعي مواقع الإنترنت يتخطى السبعين مليون مسلم عربي وركز معايا جدا في الحلقة دي علشان هتسمع كلام ممكن تكون أول مرة تسمعه والأرقام لا تكذب زي ما بيقول تزامن اشتراك المسلمين العرب في مواقع التواصل الاجتماعي بمعنى أدق انفتاح العالم العربي المسلم على الغرب اللي هو بيمثل الإنترنت وبيمثل المواقع المشهورة الاجتماعية للتواصل تزامن مع ذلك ازدياد نسبة الإلحاد في العالم الإسلامي أعداد بتزيد بطريقة خطيرة جدا ورصدت التقارير والإحصائيات إن بدأت نسبة الإلحاد تزداد من أول سنة 2011 وهنا نقف عند تاريخ 2011 وما حدث في 2011 من بداية الثورات العربية على نظام الحكم الجبري اللي احنا بنسميه في المصطلح الشرعي فتنة الدهيمان زادت نسبة الإلحاد مع بداية الثورات جمع كده الأفكار معايا ازدياد الاشتراك في مواقع التواصل الاجتماعي زيادة نسبة الملحدين في العالم العربي الإسلامي بداية من 2011 لأن فكرة الإلحاد فكرة أو موضوع كبير جدا الناس عايزة تدخل إلهي مباشر من أقوى الأسباب اللي بتدعو إلى الإلحاد إن الملحد عايز تدخل رباني مباشر شايف مثلا ظلم لازم الظلم دوة يترفع فعاي الصاعقة تنزل من السماء لكي تضرب هؤلاء الظالمين فما بيلاقيش الصاعقة دي بتنزل وبيلاقي الظلم بيزداد فبيبتدي يشك للأسف في الخالق ويبتدي يخش على المواقع الإلحادية المشهورة عشان يوجد تفسير وسبب للي بيحصله وعايز إنه هو يصل إلى نتيجة طبعا هو لا يصل إلى نتيجة السبب اللي خلى الإلحاد ينتشر ابتعاد الناس عن دراسة العقيدة عقيدة التوحيد معرفة الله بأسماء الله وبصفاته وتقصير المؤسسات الدينية في كل دولة لأنهم أصبحوا موظفين أصبحت المؤسسات الدينية ناس موظفين بيقبضوا مرتب آخر الشهر ولا يستطيع أن يفعل شيء ويخرج عن الإطار التخطيطي لإيه؟ للدولة فوقع الناس في براسين الإلحاد ووقع الناس في هذه الهوة العميقة وازداد الأمر سوء لما وصلت صوارات الربيع العربي الآثار بتاعتها الفشل الزريع اللي تحقق في هذه نتائج هذه الصوارات لم تستطيع أن تلبي طلبات واحتياجات والأمنيات الكبيرة اللي كان الشباب العربي متعلق فيها فللأسف حصلت انتكاسة وزادت نسبة الإلحاد وأخطر من كده إن الدراسات والإحصائيات فجأتنا إن أكتر دولتين عربيتين نسبة الإلحاد بتزداد بشدة وبقوة مصر والسعودية وديت إشارة خطيرة جدا 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 السعودية بلد الحرمين بتزيد نسبة الإلحاد فيها بمعدل خمسة في المية نسبة خطيرة ومرتفعة مصر بلاد أو بلد الأزهر المفروض منارة العلم بتزداد نسبة الإلحاد بطريقة كبيرة جدا فهل هذه هي الفتنة التي لا تدع أحد من العرب إلا دخلت بيته الإنترنت والتقدم وما تبعه من آثار سلبية لإزدياد نسبة الإلحاد ما بين المسلمين لازم أفكرك إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر إن في آخر الزمان هيشهد ردة كبيرة الأعداد كبيرة من المسلمين وإحنا بنحاول نربط ما بين الأحداث عشان نكون لك فكرة الفكرة أن هذه الفتنة حدثت ووقعت وأن هذه الفتنة مستمرة والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها فتنة تتمادى وأخبر أن هذه الفتنة لا تنتهي إلا عندما ينادي منادي إن أميركم فلان لا تنتهي هذه الفتنة إلا بظهور الإمام المهدي هذه الفتنة يتمخض عنها إن قصام المجتمع إلى قسمين إلى معسكر إيمان لا نفاق فيه ومعسكر نفاق لا إيمان فيه المخاض اللي بيحصل دلوقتي واللي إحنا بنشوفه ناس بتهاجم الإسلام بشدة وبضراوة كما أنها لم تكن مسلمة ناس مسلمين بيهاجموا الإسلام وبيتكلموا عن ثوابة الدين وبيتكلموا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبيتكلموا عن زوجات الرسول وبيتكلموا عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وبيتكلموا عن أمور ما كان يتخيل أحد أن يتكلم فيها مسلم ويظهر هؤلاء اللي هما بيقولوا عليهم مفكرين يتكلموا تحت بند حرية الرأي ويهجموا الرسول عليه الصلاة والسلام وهم مسلمين حرب بالوكالة هي دي اللي اسمعوا الحرب بالإيه؟ بالوكالة أعداء الإسلام عايزين يهجموا الإسلام يجيبوا ناس من بني جلدتنا بيتكلموا نفس اللغة بتاعتنا وفي البطاقة مكتوب إن هما مسلمين ويهجموا الشخصيات المقدسة وعلى رأسها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فظهر أوي في الفترة اللي احنا عايشين فيها انقسام الناس إلى معسكر إيمان لا نفاق فيه ومعسكر نفاق لا إيمان فيه ناس تؤيد الظلم وناس تؤيد القتل وناس تؤيد الفوضى وعلى الجانب الآخر تلاقي معسكر الإيمان المتمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم المتمسك بتعاليم الإسلام الصدام ما بين المعسكرين قريب جدا وهي تمخض من هذا الصدام ما بين معسكرين الإيمان والنفاق حاجة اسمها التنقية التنقية دية ليميز الله الخبيثة من الطيب كما أخبر القرآن وكعادتي قبل أن أختم لازم نقول للمسلمين بصفة عامة الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا وعلمنا هذه الفتن هتضرب المسلمين علشان خاطر نحذر ونتمسك ولسه كنا بنتكلم عن موضوع الإلحاد وسبب الإلحاد ابتعاد الناس عن دراسة العقيدة علم التوحيد العقيدة معناها اعتقادك في الله اعتقادك في رسل الله اعتقادك في ملائكة الله اعتقادك في اليوم الآخر في يوم الحساب هي دية العقيدة كم واحد من المسلمين اللي عددهم دلوقتي يصل إلى 2 مليار مسلم بيدرس العقيدة دراسة العقيدة معرفة الله سبحانه وتعالى من الأمور التي تنجيك من هذه الفتن تخرجك من هذه الدائرة المغلقة أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في هذا الكلام وفي هذه الحلقة نلقاق من شاء الله غدا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وقاته اشتركوا في القناة